عندي القدرة أني أختار أي شكلي مثل ما اخترت مهنتي وهي كانت من الأساس كسر للقوالب طب أنت غائبة عن السوشال ميديا والإعلام تمام؟ أنت ما بتفوتي هذا العالم بس أنت يعني شغالي وبقوية على أرض الواقع بالذات في جسر الزرقة بأنك تكسر القوالب لنحطط أيضا للنساء في مجال المهن وكسرتي هذا القوالب على شخصيتك وأيضا في تدريبك للفتيات برأيك اليوم التأثير الأقوى هل يعني كسر الصورة النمطية للنساء بيكون أقوى على السوشال ميديا والصفحات التواصل الاجتماعي والإعلام أم أنه على أرض الواقع؟ أنا من حسب تجربتي يعني أنت سألتين أنه أنا بظهرش على ليش أول شي حمامي؟ لأنه أنا إنساني واقعية إنساني طبيعتي اليوم كل المواكع كلها بديش أقول كلها كاذبة يعني اليوم زي واحد بيجي بيعمل معي إعلان بيفرجيش الناس على أرض الواقع حمامش وعايشي فعشان هيك أنا بحب أظن عايشي زي ما أنا يعني كأنه كأنه صفحات التواصل الاجتماعي والإعلام ما بينقل الحقيقة بالضبط صحيح مش دائم هذا إيمانك من هذا المنطلق أنت غائب هناك أنا عايش عرض الواقع يعني بعمل إشياء واقعية حقيقية طبيعية بحرية طب هذا العالم الوهمي اليوم صار يأثر على حياتنا بشكل جدا مباشر وبالعكس يثقف ويوعي مثل ما شايفين عبد لهو عنده منصة لدائما بحكة عن قضايا وطنية قضايا اجتماعية صحيح يعني عبد يعني كل احترام يعني جيله صغير يعني هو راح على يعني لو الكل هذول اللي بعملوا على المواقع بيفكروا زي عبد إحنا اليوم مجتمعنا بألف خير صح مش الكل فاليوم لو حدا بيجي بيثور حمامي على أرض الواقع يعني حقيقة هذا دعم للنساء خاصة يعني أنا لما جيت اليوم أنه وافقت أنه عمل دعاية الأددس بالحجاب أنه هذا إشي فخر لإننا للمجتمعنا أنه شوفه حمامي دايما بتصبح بحرية دايما يعني غض النظر على اللبس شو لابسة حمامي وبيعرفوا أن حمامي بطقية ودايما بلبس كيف أنت يعني اليوم هاي حياتي هاي حياتي بقدرش أجي مثلا أفوت على الستوديو بعمل حمامي شكل ثاني لا هاي حمامي تقبلوها زي ما هي فكل احترام لعبد يعني لو كل الشباب اليوم تعمل زي عبد إحنا كمان مرحنا بالخير كله طيب هي عد تحكي أنه لو الكلمة لك بس نحنا بنعرف أنه رواد السوشال ميديا هوني مش مثلنا أو مش مثلك ومش الكل بيفكر بهذا النهج في ناس بتعمل أشياء بشكل عفوي وهذا بيرجعنا لقضية الحرية والحدود اللي تحدثت عنها عمر وأنت أيضا يعني تحدثت عنها بأنه لازم تكون موجودة عند الآخرين السؤال اليوم مشاهد السوشال ميديا هل عم بيساهموا في تعزيز الصورة النمطية السلبي للنساء أم لا يعني عم يعطوا مثالي هو ممكن يكون إيجابي أكثر وتحرري في محلات معينة يعني فهم الموضوع شوي مركب بصراحة يعني إحنا ما من يقدر نقول كل المشاهر والعمل عليهم جميعا فيه جزئيات مركبة بمجموعة المشاهر هاي بس إذا ممكن نطلع إجمالا للجزئيات لأي مشاهر بتتابع فمن لك أنه هاي المشاهر فعلا بتطبق السوار النمطية وبتشتلع لأنه تكون في قوالب معينة نحكي بحرية أكثر وبجرأة أكثر وبحوان مفتوح أكثر شو لما نقول قوالب معينة شو منقصر فيها ممكن أنه مثلا إذا جينا على المشاهير من النساء مثلا من لك أنه كثير مشاهير من النساء بتعطي الاهتمام أكثر لما مثلا شكل الجسم اللي هو لازم يكون بشكل معين المظهر كل الأمر يتعلق بالشكل ما بعته أي ممكن تسليده على الأفكار تاعت المرأة على المعتقدات تاعت المرأة على شو ممكن تنجز المرأة على كل الأشياء التي تتعلق في الداخل تاعة المرأة فكل تركيز يأتي بصب على الأشياء الظاهرة فلما يأتي الشباب والصبايا من الجيل صغير يتظلوا على هذه الكيان اللي بناها هذه المشاهير أو المشهورات بلاكوا أنه فعلاً نحن نطبق إلى حتى نكون مواكبين لهذه الصورة فالأسف بنلاك أنه جيل بعد جيل عم بربا على أشياء التي جداً سلبية اللي بتحطمه بس بغضرن بس ما هي اليوم إحنا أحد الأسباب اللي بتعمل مشاكل للمرأة اليوم كله تقليدي صحيح يعني هو عم بيعمل إشياء منيحة مثلاً عمر عمر بيجي بيعمل إشياء ثانية المرأة المرأة صرت تطلع على على عمر مثلاً بيعمل إشياء كله اليوم عم بيقلد بعض آه بكله تقليد لا يوجد شيء حقيقي لا يوجد شيء واقعي وهذه الخطورة اللي يعني فيك عن العبد بسبب إشياء يعني للمرأة مشاكل بالحياة من كان الحياة الزوجية الحياة العادية هذا كله من السرشير الميديا كله تقليد ترجمة نانسي قنقر